السيدات والسادة مساء الخير حدثنا من مصر اليوم هو في الحقيقة حديث خاص ومختلف مختلف لأنه حديث مع شابة مصرية لامعة ومحبوبة وهي الآن حديث العالم كله لما تقدمه من تجربة رائعة وغير مسبوقة في الغناء الأوبرالي وبأداء مبهر يصفق له الملايين كلما وقفت على مسارح دور الأوبرا في عواصم العالم حدثنا اليوم مع ظفتنا هو أيضا حديث خاص جدا كانت حريصة تجريه معانا من مقر إقامتها في لندن قبل أيام من حضرها إلى القاهرة للغناء في حفل كبير أمام الأهرامات ضفتنا اليوم نقدر بكل فخر نقول إنها سفيرة استثنائية ليس فقط لفن الأوبرا ولكن سفيرة للموسيقى المصرية والغناء المصري في العالم حنسألها عن المشروع الكبير الذي تعكف عليه مع جامعة أكسفورد لأحياء أعمال كبار الموسيقيين المصريين وفي مقدمتهم الموسيقار محمد عبدالوهاب بهدف كتابة هذه الأعمال للأوركسترا وإعادة توزيعها حتى تتمكن الفرق الكبرى من عزفها وغناءها في دور الأوبرا العالمية مشروع كبير وطموح بدأته نجمتنا الشابة من سنوات لأنها لا تكتفي فقط بالغناء على مسارح العالم باللغات الستة التي تجدها بطلاقة ولكن لأنها كما تقول دائما في كل مكان أنا مصرية وأعشق الغناء بلغة بلدي دفتنا اليوم هي السوبران والمصرية العالمية فاطمة سعيد